اتباعي اهلا كيف انا 0-3-7 انا اول 0 في بلد www.egin.tv خش على 0-3-7 ليه لحد دلوقتي في قوتا ليه لحد دلوقتي سؤال بيدور في رأس كل اللي بيستخدموا انترنت في مصر في الوقت الحالي ولما قولت بيستخدموا انترنت في مصر يعني بنتكلم عن ما لا يقل من 70% من سكان البلد دي صعب جدا ان لم يكن مستحيل في الوقت الحالي انك تلاقي بيد في مصر مش بيتم استخدام الانترنت فيه ولو عن طريق شخص واحد داخل البيت وسواء كان الاستخدام دوت للترفيه او للشغل او للدراسة في زل الاعتماد طبعا منظومة التعليم الحالية زي ما بيقولوا على التابلت والتعليم الالكتروني في مراحل التعليم المختلفة او حتى في مراحل التعليم المتقدمة اللي بتعتمد بشكل كبير طبعا على البحث والاستقصاء وتقديم الشيطات والابحاث في اخر السنة وجاي بعد ده كله تقول لي فيه كوتا واستخدام عادل علشان تأيب بيه حرية استخدامنا عمالين تبقى بسرعات الانترنت في مصر وترتيبها بين الدول العربية وان مصر فيها اقوى بنية تحتية وان مصر تعتبر من اكتر الدول اللي بتعدي فيها كابلات الانترنت البحرية وبعد ده كله تيجي تقول لي استخدام عادل وكوتا علشان تأيب بيها حرية استخدامي شغالين نطلق منصات مصرية ونحس الناس على انها تشترك فيها والبعد عن المحتوى المكرسن ده غير منصات العالمية اللي متاح بكل سولة انك تشترك فيها في الوقت الحالي اللي بتعتمد بشكل اساسي على كمية الانترنت اللي انت هتاخده من الشركة اكتر ما بتعتمد على السرعة اللي الشركة بتوفرها لك وبعد ده كله تيجي تقول لي استخدام عادل وكوتا علشان تأيب بيها حرية استخدام اربع شركات كبار للانترنت غير الشركات كمان الزغيرة اللي شغالة معاهم ومع ذلك المنافسة ما بينهم بتنحصر في ان مين اكتر شركة فيهم خدمة العمل بتاعتها بتفهم في الرد على التساؤلات في التليفون مش المنافسة تبقى ما بين العروض اللي بتقدمها كل شركة والتانية وما يبقاش فيه اي حرية لاي شركة من اللي موجودة انها تقدم بقات بساعات مختلفة او بقى سعار مختلفة ما ينفعش ان بقى في سنة عشرين اتنين وعشرين وان العالم كله اتجه ان شغله يبقى على الانترنت حتى في ظل توجهات الدولة في الفترة الحالية للميكانة والرقمنة ولسه شركات الانترنت عايشين في وهم ان المية واربعين جيجا هيكفوني طول الشهر ما ينفعش ما ينفعش تصدقني في زمن الرياضات الالكترونية والالعاب اللي ساعتها بتعدل مية جيجا غير الابديت اللي بيجي لها كمان انك تيجي تقول لي ما ينفعش ما يبقى غير محدود علشان البنية التحتية طب ما هو بينفع لما بزود باقات اضافية عايز اقول لك دي حاجة خاصة بي انا انا بالنسبة للبيت عندي الاسرة مكونة من زوج وزوجة وثلاث اطفال زغيرين انا اللي بستخدم انترنت في البيت خلال التصفح او بتفرج على او حاجة يكون شغال او شوية كمان يوتيوب والشغل بتاعي اللي بعمله على اليوتيوب برفع اربع او خمس فيديوهات في الشهر بس ما بيكملوش خمسة جيجا عن متن وزوجتي ما بتستخدمش الا مواقع السوشال ميديا بشكل بسيط جدا ومع ذلك المية واربعين جيجا ما كانوش بيكفوا الشهر كله والطريقة اللي انا غير الباقة للميتين جيجا فبلاش بقى ايه الكلام اللي هو من نوعية اه اصلاك انت في حاجات بتعملها غلط هي اللي بتخلص الباقة اصلاك انت ما بتاخدش بالك من دقة الفيديوهات اللي انت بتفرج عليها اللي انا باخد بالي على الفكرة وبتفرج على دقة فيديوهات ميتين واربعين انا عمر ما تفرجت على فيديو ربعمية وتمانين في الباقة خالص الفيديوهات بس اللي انا برفعها بتاعتي اللي برفعها دي عشر وتمانين وزي ما قلت لكم مش بتكمل الخمسة جيجا وبدأ او الصراحة برضو لما بسمع تبريرات اصل السعر عندنا اه اقل من السعر في السويد واقل من السعر في النمسا واقل من السعر يا جماعة اللي يحب يقارن يقارن الحاجات كلها ما تكرنش جزء وتسيب بقية الحاجات اللي هي مش عاجبك وكفاية اوي ان الناس اللي بتشترك في خدمة الانترنت بتقبر على انها تدخل خط ارضي عندها تدفع عليه اشتراك شهري او ربع سنوي بدون اي استفادة منه زيروا استفادة فلوس بتتدفع بس عليه وخلاص احنا فعلا بقنا في وقت محتاجين في انترنت غير محدود. ما ينفعش ان السياسة الشركات ديت في مواجهة اي مشكلات محتملة انها تكون بالمنع دايما لان دورك كشركة كبيرة انك انت توجد الحلول للمشكلة دي لو حصلت يعني لو انت خايف من زيادة الاستخدام والضغط على الشبكات ايه اللي يخليني هاعد طولي اليوم اعمل دا وانلود لحاجات وانا عارف ان انا لما احب اوصلها هقدر اوصلها بكل سهولة ما هو الشعب المصري مش قاعد كل واحد حاطت جنبه هارد 14 تيرة بيحمل عليه لو خايف ان يحصل زي ما كان بيحصل قبل كده من الشبكات اللي بتطلع من الخط الواحد قنن عقوبات وامنع واقطع الخدمة كمان عن المخالفين لو خايف من كرصانة المحتوى بتاع المنصات العربية خلي سعر اشتراكها مناسب وشوف المنافسين من الشركات العالمية اسعارهم كم واخرهم خدمة امازون برايم مثلا شوف الخدمة تمانها كم شهري وسنوي بالمكرنة بالمنصات المصرية اللي انا المفروض تكون ارخص من الشركات العالمية كفاية كده واسمعوا القراء ورغبات الناس وشوفوا حل لاننا في الفترة الحالية فعلا فعلا محتاجين انترنت غير محدود بس كده سلام